قد أعلن عدائي للثوار لا يستقر على قرار طبعه وما تستقر مدى الحياة الزئبق هكذا هي القرارات والتناقضات لدى زعيم التير الصدري مقتدى الصدر تجاه تظاهرات ثورة تشرين منذ بدء الاحتجاجات العراقية في شهر تشرين الأول عام 2019 فتارة هو مؤيد يدعي حمايتهم ومساندتهم وأخرى بالضد منهم يكشر فيها أنيابا تنهش أجساد المتظاهرين وتغتال صوت الحرية بيبقى متأرجحا في مواقفه من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال المتظاهرون ومنذ الأيام الأولى عبروا عن موقفهم الرافض دخول الصدر على خط التظاهرات لكونه شريكا للأحزاب الحاكمة في المحاصصة فهو شخصية شديدة التقلب وميالة لاستعمال القوة في تحقيق مصالحه وقد يدفع من خلال تقلباته هذه باتجاه حرب أهلية بعد أن تسبب أنصاره في مجازر المتظاهرين بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية آخر تقليعات وتناقضات الصدر ظهرت بعد أحداث كربلاء الأخيرة وما رافقها من اعتداء على المتظاهرين السلميين وطردهم ليغرد الصدر مهاجما المتظاهرين بأشد العبارات وحرض العشائر والقوات الحكومية على قمع المتظاهرين ليعود الصدر بعد تلك الهجمات معلنا وضع 12 شرطا للتناهر لم تخل من التهديد لمن لا يلتزم بها لكن المتظاهرين رفضوا تلك الشروط وأكدين أن الفتنة الحقيقية تكمن في التحريض والاعتداء على المتظاهرين وغض الطرف عن قتل المئات وجرح وخطف الآلاف منهم ومحاولة التحكم بهتافاتهم وما حدث بالأمس القريب على يد ميليشيات القبعات الزوق التابعة للصدر في بغداد والنجف ليس ببعيد وتصدر وسم نتظاهر بلا شروط منصات التواصل الاجتماعي في العراق ردا على الشروط التي أطلقها الصدر في سياق محاولاته قمع متظاهر ثورة تشرين عيئة علماء المسلمين في العراق أصدرت من قبل بيانا حذرت فيه من تصريحات أدلى بها الصدر وصفتها بالخطرة بتهديده الشعب العراقي باللجوء إلى العنف وإعادة جيش المهدي والعودة إلى الحقبة الظلامية التي كان يسودها إرهاب الميليشيات الطائفية وعدته اعترافا صريحا بمسؤوليته عن إدارة جيش المهدي المشارك في أحداث العنف الطائفي وممارسة الخطف والتعذيب والقتل على الهوية ومهاجمة المساجد واغتصابها وتدميرها والتهجير الطائفي فضلا عن اعترافه باشتراك من يسمون القبعات الزرق في قتل المتظاهرين ومحاولة تسويغ الهيمنة الإيرانية على العراق وآثارها المأساوية مراقبون أكدوا أن إيران والصدر يريدان تبادل المنفعة بينهما فالصدر يريد الحماية الإيرانية والدعم المالي والعسكري في المقابل تريد إيران الاعتماد على الصدر في تكوين الحكومات الموالية لها وإنهاء ثورة تشرين فلا مصلحة للصدر بالوقوف في صف التظاهرات الشعبية كما يزعم فهو شريك أساس في العملية السياسية وله يد في تكوين الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وثلاثة